قواعد الصلح منها طبعاً لكل أمر أصول من احترم الأصول حقق الوصول ومن لم يحترم الأصول لن حرم الوصول من هذه القواعد قواعد الصلح بش ينجح الصلح لازم نجمع القواعد أهم قاعدة التزام أحكام الشريعة الإسلامية انطلاقاً من كوننا مسلمين إذن مرجعيتنا الأساس هي المرجعية الشرعية لا بد من مراعاة الأحكام الشرعية لماذا الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً إذن لا يمكن أن يتحقق الصلح بعيداً عن أحكام الشريعة هذه قاعدة مهمة وقاعدة أساس ذكرتها قصداً لأن أحياناً نجد بعض التصالحات تتم مخالفة للشريعة الإسلامية والأمثلة كثيرة وتأتي القاعدة الثانية هي مراعاة النصوص القانونية أيضاً المصلح لا بد أن يراعي النصوص القانونية نعطي مثال سريع ممكن الإنسان قبل ما يموت يخلي الوليد يعطي له قطعة أرضية هيبة على وجه ليبة باش يبني عنده ظرف استعجال معين يقول لكن أنت ديت حقك خلاص أنهار لكن متنمى ما تورثش وهذا الكلام مسموع من قبل باقي الورثة أنهار اللي يموت ممكن واحد يحرر فارضة ويبعد هذا الوارث من الفارضة وقد حصل هذا الأمر كثيراً وبعدين يقول قد خالفت النظام العام لقد استضمت مع القانون وإن اتفقت مع الشريعة اتفقت مع الشريعة لأنه اخذ حقه سلفاً عن طريق التخارج عن طريق ممكن هذه فيه نجد له حلولاً شرعية ولكن قانون لا يمنعك من تحرير فارضة لأن تحرير فارضة وإسقط أي وارث هذا أمر مخالف للنظام العام والأمثلة كثيرة في هذا الباب خاصة أن تبقى القانون 0502 القوانين المختلفة ممكن فمناقشاً ذكر بعض الأمثلة النموذجية إذن مراعاة النصوص القانونية لابد من مراعاتها النقطة الثالثة النظر في الملفات أو الوثائق الثبوتية النظر في الملف لابد الآن الأمور هي بالوثائق عموماً مش كلمة بكري ما كاشو وثيقة كن الكلمة وين كان بكري كي كانت الكلمة عندها قيمة بكري الناس عايشين في سلام الناس تبيعوا تشيري بالكلمة يعرفوا قامة صورة قاف الأية 18 مايل في ضمن قول إلى لديه رقب عتيد ذرك بالكاغة بالوثيقة بالشهود بالموتيرو يا ربي تسلك ولكن النظر في الوثيقة مهم لما؟ في قاعدة ذهبية خططوا كي يجي إنسان يعني أكيد تعرضتم لمثلها ما سأقوله الآن يقول لك الشيق بابنا ولا جدنا خلانا تستامو وصية وكي تقرأ وتستحضر أحكام الوصية كي تقرأ تلقى هذا وقف ولا تلقى هايبة ولا تلقى هامره ولا تلقى شيء واحد آخر لا ندري ممكن وديعة ممكن إعارة ممكن لذلك مطلوب النظر في الوثائق لازم النظر في الوثائق ثبوتية التي يقدمها الخصوم وقاعدة أخرى الاستماع للخصوم استماع من المشكلات التي يعاني منها الخصوم في المحاكم يدخل جو المحكمة أولني خافه مهما كان مقامه ثانياً لا تمنح له الفرصة كاملة ويرتبك وبعض الثاون وبعض دقائق لا يعبر عن همه وعن مشكلاته ما يقدرش في المحكمة وعندنا أمثلة كثيرة جداً ومؤخراً في ندوة مع السادة القضاة في المدرسة العليا من الأمر التي أشرنا إليها هذه لازم تأخذوا في الحسبان الأطموسفير متاع المحكمة تخوف البلط الكحل يخوف ومشي كما القميص الأبيض إذن لازم توفروا عليهم الجو كذا إلى أخيره وتخليه يتكلم بحرية وإلى ممكن يغلط وكي يغلط حقاً ويضيع لذلك في مجال الصلح لازم حسن الاستماح إلى الخصوم يتكلم براحت حتى نكمل وتعاونوا بالأسئلة خاطركم متعاونش بالأسئلة أيضاً المنهجية ضعيفة جداً يقدر واحد يحكي قضية فيها ربعة سوية ومي يكملهاش واحد أخر فيها ربعة دقائق يختزيلها يبدلك الحكاية من ألف وتسعمائة سبعين هاو ألف وتسعمائة ستة وسبعين فاتوا سبعين دقيقة وما زل ما كملش وانترك في ألفين واثنين وعشرين متى يصل إلى ألفين واثنين واثنين وعشرين طبعاً سيتعبك ربما يجعلك لا تفهم المسائل المتعلقة بالنزاح لذلك الاستماع إلى الخصوم قاعدة أخرى الاستماع إلى الشهود وأنتم عارفين أطول آية في القرآن آية ميتين واثنين وثنين وثمانين من صورة البقرة مما نصت عليه الإشهاد الشهود وإن كان بين قوسين عندنا أزمة كبيراً وعاني منها الآن في هذا الوقت أنه كثير من الشهود لا يشهادون قولك أعطيني الضمانات أعطيني الضمانات التي تحميني بعد الإدلاء بشهادة أنا أعلم بأن الشهادة تحق الحق وتبطل الباطل أعلم بأن الشهادة ستساعدك سيدي سيدتي في إظهار الحق ولكني أخاف مدام أنا خايف ما كاش ضمانات لن أشهد نفضل دي الذنوب بنوبنا ربي خرمان رحنا نحصل بسبب هذه الشهادة ولكن شرعاً وقانوناً طبعاً حتى من ناحية الطربوية الأخلاقية الشهادة إذن الاستماع إلى الشهود أيضاً من القواعد الذهبية في نجاح عملية الصلح الاستعانة بالخبراء ربنا يرشدنا إلى الاستعانة بالخبراء والآيات كثيرة فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون فاسأل به خبيراً ولا ينبئك مثل خبير إذن النزول عند رأي الخبراء والآن الأزمات التي نعن منها الآن في هذا الوقت نحتاج جداً إلى الخبراء شركة معينة كيفاش يعني تدير لها حسابات تنتعها وفهم النظام المحاسبي وقراءة العقود والاستثمارات ليس بالأمر الهيين إذا تعلق الأمر بالعقارات أيضاً تقويم وتقييم العقارات المختلفة أيضاً يحتاج إلى خبرة والحمد لله الأكسبرتيز هذه الخبرة الفنية منصوص عليها أيضاً في القانون في قانون 08-09 خاصة في المادة مية وخمسة وعشرين وما بعدها هذه المواد نصت على الخبرة الفنية بجميع تخصصاتها في مجال المال ومجال العقار في مجال الصحي بالنسبة للخبرة الطبية وغيرها من المسائل إذن هذه قاعدة من القواعد أيضاً من القواعد الذهبية لنجاح عملية الصلح اختيار الوقت المناسب ممكن واحد ما يختارش الوقت المناسب والمكان المناسب هذه مسألة مهمة جداً تختار وقت ماشي مناسب مهمة جداً لنجاح مهمة جداً لنجاح